في أعقاب الأزمة التي اندلعت في السابع عشر من تموز يوليو في الجمهورية السوفياتية السابقة أرمينيا وبالتحديد في العاصمة ييريفان قتل شرطينا السبت بيد أحد المعارضين المعارضون المسلحون احتجزوا سبعة أشخاص في مركز للشرطة وطالبوا بالإفراج عن زعيم جبهة المعارضة الراديكالية جيرار سيفليان وباستقالة الرئيس سيرج سيركيسيان تبقى لأقوال قوات الأمن التي حاصرت المركز أن قناسا أطلق النار من مركز الشرطة وقتل الشرطية من على بعد أربعة مئة متر قوات الأمن أمهلت المسلحين حتى الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت غرينيش لتسليم أنفسهم متوعدة بإطلاق النار في حال رفضهم الخروج وسمع دوي إطلاق النار مباشرة بعد انتهاء المهلة